السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم شيوات حبيب الغاوي اليوم ان شاء الله سنحضر معكم طريقتي في تحضير اللوبيا البيضاء او الفاصولية كتجي لديدة بزاف وكتجي خاطرة وصراحة كتجي ببنينة بزاف كنتمنى انكم تجربوها وتنال اعجاب ديالكم مع طريقتي الخاصة في تحضير هاد الفاصولية هدي او اللوبيا بسم الله هنا في طنجرة كنوضع حبة ديال البصلة كنشلطها مزيان وكنديرها في شوية ديال الزيت الرمية مع شوية ديال الملح كنشحر كل شي مزيان حتى كتبدأ تشحر اللوبيا غاضي نضيف عليها اللوبيا اللي كانكون نرتبتها 12 ساعة قبل بالنسبة لهاد اللوبيا هدي اللي عندي فكانت عندي مرتبة وضعتها في المجمد كنحتفض بيها وقت ما بغيتها يعني ما كان عكش انني باش نطيب اللوبيا وقت ما تشهيتها كتكون عندي فازقة موجدة هنا اخذيت واحد الحبة ديال المطيشة حكيتها وغاضي نضيفها وكنضيف الأطرية اللي هي معلقة صغيرة عامرة مزيان ديال تحميرة مع راس معلقة ديال سكنجبير مع نصف معلقة ديال خرقو بطبيعة العالم معلقة صغيرة والقليل ملئ بزار والميلح حسب الدوق كنضيف جوج معلقة ديال القزبورو معدنوس مقطعين رقيق غاضي نضيف نصف حبة ديال ضامة البنة اختيارية ممكن انكم تستغنوا عليها الى ما بغيتوهاش الصراحة كتجي لدي دا بل ضامة ديال البنة ولكن كتبقى اختيارية هنا بعد ما تشحرت لي اللوبيا مزيان واحد الخمسة ديال دقايق كنضيف عليها لتر ديال الماء غاضي نحركها مزيان وغاضي نسد عليها الكوكود ونضيف صفارات تقريبا نصف ساعة فوق عفية متوسطة بعد ما كدوز نصف ساعة كنشوف اللوبيا ديالي كنلقها بهات الشكل هذي يعني طابط غاضي نقص عليها العفية وغاضي نزيد المزود ديال الحار مع القليل ديال الكامون والقليل ديال الملح كيبقى على حسب الدوق صافينا غاضي نسد الكوكود ديالي ما غاضي نضيليها صفارة وغان نخليها باش كتلبى ديال المرقى وديك اللوبيا كتحل وكتلق ديال نشا ديالها باش كتجيني اللوبيا خاطره والديدة هنا يبعد ما وضعتها في الطبق ديال تقديم كتجي بهات الشكل هذا صراحة كتجي لديدة بزاف كنصحكم انكم تجربوا الطريقة دي لما كنتوش مجربينها فصراحة كتجي لديدة بزاف سهلة في التحضير كنتمنى يلعجكم الفيديو انكم تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناة ودريت في الجرس باش دائما توصلوا بالجديد وشكرا على المتابعة والى فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة